نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كتاب التوسل والوسيلة هل ألفه شيخ الإسلام رحمه الله من حفظه في السجن أما أن الشيخ ألفه خارج السجن بالرجوع إلى المراجع وتحقيق المساعد حيث يذكر أحد طلبة العلم أن أغلب مؤلفات هذا الشيخ ارتجالية ومن حفظه لا بالرجوع إلى الأصول وكتب أهل العلم فما مدى صحة هذا الكلام هذا إن كان باب الطعن في مؤلفات الشيخ وهو الظاهر من كلام هذا الرجل فهذا لا يغير الشيخ الشيخ رحمه الله قال الله من العلم والبصيرة ساعة الحفظ ساعة الاطلاع ما يقدر أن يكتب من ذاكرته ومن علمه وقد كتب أشياء كثيرة في جلساته وأجوبته وهو ما عنده كتب هو لازم أن الإنسان لازم يسأل عنده كتابه ما يكتب حرفه لا ينظر كتابه هذا العاجز مثلنا هذا العاجز مثلنا أما العالم ما بحاجة إلى هذا الشيخ متبحر بالعلوم فنسى بحاجة إلى أنه يجيب الكتب عنده وينقل منها هو حافظها يجيبها وقد نوجع نقله ووجد تبقى الأصول ما أثر على نقل خطأ أبداً الذي أثر على نقل خطأ يأتين به أتحداه هذا شيء معروف ومشهود به للشيخ قد بهر الباحثين بهر العلماء في دقة نقله ووضعه الأشياء في مواضعها من مسائل العلم البحوث هذا كرامة من الله أبدا الله لهذا الرجل والمجدد الذي نفع الله به ولا يزال نفعه جارياً على المسلمين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أما إن كان هذا القائل يقصد مدح الشيخ وأنه يعني يحفظ جيد الحفظ والذاكرة فالشيخ أهل لذلك أهل لذلك نعم